أعاد الهجوم الذي تعرض له عناصر من الحشد قرب قضاء الطارمية شمالي بغداد والذي أوقع قتلى وجرحى من بينهم عضو بارز في ميليشيا النجباء حملة التحريض التي تتبنىها ميليشيات مسلحة وجهات سياسية موالية لإيران ضد سكان الطارمية والتي وصل بعضها إلى حد الدعوة لإخلاء المدينة وتهجير سكانها أو تسليم ملف المدينة الأمني لفصائل من ميليشيا الحشد وعقب الهجوم بساعات نفذت ميليشيا النجباء قصفا عشوائيا على منطقتين المشاهدة والبساتين في الطارمية استعدادا لاقتحام المدينة لا سيما بعد وصول تعزيزات من قبل بعض فصائل الميليشيات التي تريد اقتحام الطارمية ثأرا لمقتل أفراد من عناصرها ثأر سيدفع السكان المدنيون ثمنه كما جرت العادة دون إلقاء القبض على المتورطين الحقيقيين في الهجوم والذي يفترض أن يكون من مهام القوات الأمنية الرسمية دون غيرها حالة من الرعب تسيطر على أهالي الطارمية من جراء القصف العشوائي الذي طال عددا من منازلهم حيث تؤكد مصادر أمنية أن الميليشيات تسعى للانتقام بمعزل عن القوات الأمنية التي تنتشر هي الأخرى في المدينة وفي محاولة لتدارك مأساة أخرى بحق سكان الطارمية يجري وجهاء المنطقة اتصالات مع قادة أمنيين ليبلغوهم عن مخاوف السكان من عمليات انتقامية ستعقب موجة التحريض ضدهم مطالبين بتدخل مباشر من قبل الكاظمي لمنع الفصائل من اشتياح المدينة بحجة وجود عناصر من تنظيم داعش في نسخة مكررة لسيناريو اقتحام جرف الصخر والتنكيل بسكانها وتهجيرهم لتتحول فيما بعد لثكنة عسكرية للميليشيات منذ سنوات الإرهاب والخلايا النائمة وتأمين الزيارات الدينية وغيرها درائع تتخذها الميليشيات سلاحا لضرب الطارمية وسكانها منذ سنوات وما حدثة مقتل المزارع مصطفى حسين اسماعيل خارج إطار القانون إلا واحدة من سلسلة انتهاكات لا تحصى ضد سكان الطارمية المحاصرين بذريعة وجود الإرهاب